أهلا بكم عندما قرر حزب الله خوض حرب الأشغال لوحده لم يهتم بالحكومة وموقفها وعندما ارتأى أن عليه مواجهة إسرائيل دعما لحماس ومحور الممانعة لم يلتفت إلى الدولة وهيبتها هكذا ارتأى أن يساند غزة وأن يشغل الجيش الإسرائيلي بحرب محدودة ومضبوطة على الجبهة الجنوبية ورغم أن الحكومة كانت كزوج المخدوع آخر من يعلم ورغم أن لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بقرار الحرب والسلم فهي اليوم تقرر صرف مبلغ 93 مليار ليرة للتعويض على الأضرار والمتضررين في الجنوب فمن أعطى حكومة تصريف الأعمال الناقصة التمثيل والفاقدة المشروعية أن تصرف من جيوب اللبنانيين على حرب لم يقرروها ومن سمح للوزراء أن يدفعوا من الموازنة العامة على مواجهة لم يسألهم عنها أحد فيما الوزراء أنفسهم يحجمون حتى الآن عن اتخاذ قرار برد بعض ودائع الناس المسلوبة بحجة أن لا أموال عند الدولة فهل كتب على اللبنانيين أن يدفعوا دائما ثمن المغامرات غير المحسوبة لحزب الله ولمحور الممانعة ويبقوا مستسلمين خاضعين ترجمة نانسي قنقر